السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي تلمدي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة اليوم سنشتغل على الصفحة رقم 70 من كتاب الواضح في النشاط العلمي للمستوى الثالث ابتدائي إذن كيف يمكن تمييز الحيوان الولود عن البيوت؟ إذن كيفاش نقدرون ميزهما بالحيوان؟ نقول هذا حيوان ولود وهذا حيوان بيوت باش نقدرون تعرفوا على يعني أو نميزه والفرق بينه إذن هدف تعلمي هو أميز الحيوان التي تدد والتي تابت إذن ألاحظ الصور ثم أعبر إذن لدينا هنا بعض الصور لحيوانات هنا لدينا يعني الفارس أو الحسان رفقة صغيرة أو رفقة المهر إذن الحسان رفقة صغيرة هنا كنلاحظوا بأن السلحفات تضعوا بيضا كنلاحظوا هنا البيضة إذن هنا السلحفات تضعوا بيضا الصورة الثالثة كنلاحظوا هنا يا أنت الحسان أو أنت الفارس ثالث كنلاحظوا واحد الصغير ديالها هنا الصورة الرابعة عندنا هنا كنلاحظوا هذه يعني الرأس دي السلحفات بأن هذا هو البيض الذي وضعته السلحفات فهو يفقس لكي تخرج الصغار من البيض إذن فهذه صغار السلحفات إذن طريقة التوارد عند السلحفات وعند الفارس إذن كنلاحظوا هنا بأن الفارس ثالث الفارس هي أنت الحسان يعني الأنت ديال الحسان تسمى بالفارس وهنا عدنا السلحفات هنا وضعت البيض وهنا بدأت تفقس إذن تسألوا اللي قد نوضعه هنا هو كيفاش نميزنا بالحيوان الولود والبيض كيف أميزه بين الحيوان الولود والبيض وكفردية إذن باش كنميزه بينتهم من خلال واحد العلامات ولا واحد الصفات يعني تظهر على الحيوان يعني الحيوانة الحيوان الولود والبيض دكو مثلا الفارس إنه كتكون يعني حامل بالصغير ديلها كتكون البطن ديلها منتفخة ومن بعد تمر لعملية الولادة فهو تليده صغيرها بالنسبة للحيوانات البيض كنشوفها أنها وضعت البيض ومن بعد تلك البيض يبدأ يعني يفقس لتخرج الصغر إذن التساؤل هو كيف أميزه بين الحيوان الولود والبيض إذن كيف أميزه بين الحيوان الولود والبيض من خلال علامات وصفات تميزه الحيوان الولود عن البيض كما لاحظنا في الصور دينا إذن قد تحققه من هذا الفرد الذي وضعنا أختبر ولاحظوا وثائق تبين بعض الحيوانات الولودة والبيضة إذن الحيوانات الولودة قلنا تليد والبيضة فهي تضع البيض كنلاحظوا هنا القط فالقط هو حيوان ولود إذن القط فهي تضع أو تليده صغارا إذن بالنسبة للناقة فهي حيوان ولود يعني هذا الصغير ديلها ينمو ويتكون في بطنها داخل رحمها ومن بعد منك تمر واحد المدة يعني منك تكتمل الأشهر دي الحام دينا فهي تليد مولودة أيضا بالنسبة للبوءة رفقة الأشبال ديالها فهي حيوان ولود أيضا البقرة فهي حيوان ولود كنلاحظوا هنا بأن يعني ترضع صغيرها يعني هذا العجل الصغير كنلاحظوا هنا الصورة الخامسة تمسح تمسح فهو حيوان بيوت إذن كنلاحظوا هنا الصغير تمسح يعني صغير تمسح تخرج من البيت أيضا الضعسقة فكنلاحظوا تضع البيت فهي بيوت الثعابين فهي أيضا بيوت وبالنسبة للطيور البط والطيور يعني يعني فهي حيوانات بيوت معدى الخفاش يعني الخفاش وخطائر فهو ولود إذن أتمموا الجملتين بكتابة الكلمات التالية تتكاتر بيضها ترضع إذن بعض الحيوانات تلدوا وترضع صغارها كما كنلاحظوا هنا في القطة البقرة اللبؤة إلى آخر الناقة إذن وترضع صغارها وحيوانات أخرى تتكاثر عن طريق ماذا؟ عن طريق تفقيص بيضها تتكاثر يعني بيوضة عن طريق تفقيص بيضها أملأ الفراغات بما يناسب إذن نشنو نستنجو من هنا بأن الحيوانات الولودة هي التي تلد وترضع والحيوانات البيوضة فهي الحيوانات التي يعني تضع البيض تسمى الحيوانات التي وترضع صغارها التي تلد تسمى الحيوانات التي تلد وترضع صغارها بماذا تسمى؟ تسمى ولودة حيوانات ولودة أما الحيوانات التي تتوالد بوضع ماذا؟ بوضع البيض فتسمى فتسمى بيوضة إذن الحيوانات البيوضة هي التي تضع البيض والحيوانات الولودة هي الحيوانات التي تلد وترضع صغارها إذن هنا أغني معجمي الولود هو و البيوض و عقل على أغني معجمي في ماذا؟ أغني معجمي إذن هنا لدينا بعض الحيوانات سوف نكتب أوفيبار يعني بيوضة أوفيببار تحت كل حيوان هنا لدينا السمكة السمكة فهي تضع البيض إذن أوفيبار أوفيبار حيوان بيوض هنا لدينا الحوت ذيك الحوت الضخم فهو ولود يعني ياليد فيفيبار بالنسبة للنحلة النحلة فهي بيوض أوفيبار وبنسبة للخفاش قلنا فهو وخاء من الطيور فهو ولود دونك فيفيبار إذن السمكة أوفيبار الحوت فيفيبار النحلة أوفيبار وخاء من الطيور وخاء من الطيور الخفاش فهو فيفيبار وبهذا نكون قد أنهينا حستنا لهذا اليوم إلى اللقاء